الامام منه الصادق عليها الامام الصادق في تقريب التهذيب اعزائي احاول انه بسرعة لانه حتى بل كان ان شاء الله ننهي البحث الامام الصادق رقم الترجمة اعزائي في تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني قال المعروف بالصادق صدوق فقيه امام رقم الترجمة تسعمية وثمانية وخمسين الوافي بالوفيات اعزائي الوافي بالوفيات المجلد الحادي عشر صفحة تسعة وتسعين الوافي للصفة ديمولان صفحة تسعة وتسعين رقم الترجمة الفين وثمانمية وخمسين اعزائي قال الامام العلم المدني وهو فلان الى ان يقول وثقه يحيى بن معين والشافعي وقال ابو حاتم ثقة لا يسأل عن مثله هؤلاء اعلام ماذا اعلام الجرح والتعليل والتعديل واعلام الحديث اعزائي في سير اعلام النبلاء المجلد السادس اعزائي في سير اعلام النبلاء المجلد السادس صفحة ميتين وخمسة وخمسين اعزائي يقول بانه المجلد السادس صفحة يقول جعفر بن محمد ابن علي ابن الشهيد يا ابي عبد الله ريحانة النبي وسبطه ومحبوبه الحسين بن امير المؤمنين هذا الذهب ده يقول ها اذا عنده مشكلة مع الامام الحسين لو ما عنده نعم قد عد اجتهاده يقول بل المكان ينبغي ان يخرج لانه هو يعتقد انه هذا صحابي ماذا متجتهد مولان ابن علي ابن ابي طالب وهو فلان فلان وامه فلان انا بيودي ان الاعزة يرجعون اليه ليروه قال ابن ابي حاتم سمعت ابا زرعاه اللي بالامس قرأنا من هو ابا زرعاه وسئل عن جعفر ابن محمد عن ابي وعن فلان قال سئل عن مجموعة من الاعلام ايها ايها اصح عندك اذا جاء الخبر قال لا يقرن جعفر الى هؤلاء اعلام ها اعلام يقول اساسا قياس في غير محله بعد مولان يقول وهو من ثقات الناس كما قال ابن معين وهو القائل التفت عن عمر ابن ابي المقدام كنت اذا نظرت الى جعفر ابن محمد علمت انه من سلالة النبيين بلي بلي هاي امتنا ولكن هذا ما عرفنا المسلمين بهذا عرفناهم شنو يعلم الغيب مباشرة انت سويت لحاط ابو سبع طول هوش قدم الان اغلقت الباب مباشرة قلت اول عمل في صلاة تشان يلعن شنو صحابة رسول الله صح لو مو صح ازاي بعد يقترب من جعفر ابن محمد لو لا يقترب هم لا يعلم بانه بابا هاي روايات مكذوبة موضوعة على ائمة اهل البيت هذا هو المهم جعفر الصادق يعني يقول هذول بعد الشيعة يقولون هو في قنوتي شنو يلعنك اذا بيني وبيني يطمئن الى مثل هذا الانسان تابعيا عن صحابة رسول الله تعرفون المشكلة الحاجز الذي اوجدناه فكريا ونفسيا وعاطفيا بين ائمة اهل البيت وبين من وبين المسلم هذا اللي انا الان بكل وجودي وده ادفع له الثمن وعندي استعداد لاجل هذه الوجودات المباركة ان ادفع لها الثمن لابد ان نعرف المسلمين بابا والله ائمتنا مو هذا اللي دا يقولوا عنه والله ائمتنا مو لدا يقول الاخباريين مولانا ما مو من هذا والله ائمتنا مو اللي دا يقول او بعض ما يقوله الصدوق مولانا والله مو هاشك ائمة هذا امام امام من ائمة واللطيف انت اقرأ ادعيتهم اذا وجدت موردا واحد ان الامة يقول ونحن ائمة الشيعة يقول نحن ائمة المسلمين ولكن انتو ماذا فعلتم اعزائيين ماذا فعلتم ها ها لا بدل ان نتبع الا ائمة جعلنا الا ائمة تابعين لنا لانه احنا التفت احنا اردنا ان نسوي لنفسنا فدهوية منفصلة عن هوية من هوية المسلمين حتى صير عندنا شنو لا مو افضل ايه اصلا تميز هذا التميز لمن نسبنا لانه احنا قمان نقيمة قلنا ائمتنا من هالشكل فصار ائمتنا احنا تابعين لهم لهم وتابعين انا بعبارة اخرى اردنا ان نثبت تميزنا عن الامة ولكن بالصرف من رأس مال منه ائمة اهل البيت فضيقناه هاي ضيقناه هاي ضيقناه والى يومك هذا والحبل على الجرار ماشي قلت لك انا مرارا دا اقول اقول بيني وبين الله القضية يا ريت وقفت انه احنا متميزين عن من متميزين عن المسلمين الان دا تجدون داخل المدرسة الشيعية اصلا كذيك جملة من علماء الاماميهم هؤلاء شنو هذا المنهج اطمئنه يوصل لهناك يقول وعن صالح بابل واسود سبعت جعفر ابن محمد يقول سلوني قبل ان تفقدوني هذول كان يعتقدون في الامام الصادق فانه لا يحدثكم احد بعدي بمثل حديث والذهب جنو يوافق يقول بل هؤلاء هجي اعلى امكانه ولكن الا ما يقوله جنو اشي احنا هذا ما نقبل جيد